بسم الله الرحمن الرحيم فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم والخبر اليوم هو خبر رياضي بعد أن قدم النادي الأهلي بطل أفريقيا مباراة كبرى مع وفاق ستيف الجزائري وفاز عليه بأربعة أهداف نظيفة في القاهرة أصبح من شبه المؤكد أن يصعد النادي الأهلي إلى المباراة النهائية التي سيقابل فيها في الغالب الوداد المغربي والنسختين السابقتين كانت المباراة النهائية تقام في ملعب محمد الخامس في المغرب إذن الوداد المغربي سيكون له حظ في هذه الميزة وإلى الآن وباقي حوالي عشرين يوما على إقامة النهائي لم يحدد بالضبط إن كان النهائي سيقام في ملعب محمد الخامس أم لا لذلك تحرك النادي الأهلي بتقديم اعتراض على ذلك وطلب فيه إقامة هذه المباراة على أرض محايدة حتى لا يتميز فريق في النهائي على فريق آخر بأي ميزة القانب المصري الاتحاد المصري لم يتحرك في هذا بل ترك النادي الأهلي ليعترض ويقدم اعتراضه دون مساعدة من الاتحاد المصري نرجو أن يتحرك الاتحاد المصري لكي يقدم طلبا بأن تقام المباراة النهائية بين المتوقع الأهلي والوداد على أرض محايدة نرجو أن ندعم ذلك كلنا وأن يتحقق طلب النادي الأهلي وتقام هذه المباراة على أرض محايدة بدل من إقامتها في ملعب محمد الخامس في المغرب شكرا لحسن استماعكم نرجو منكم الاشتراك في القناة نرجو منكم عمل اللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المصريين مع النادي الأهلي يفوز بهذه البطولة ترجمة نانسي قنقر